السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو هذا والموضوع الجديد اللي ان شاء الله قد نهضر فيه حول ديكريته فلوسي اشنو المعنى ديكريته فلوسي بزاف دي الاخوان كي سورو ايضا بزاف دي الناس ما عارفينش ديكريته فلوسي والمعنى ديالو يعني هاد القانون هادال كيتفتح كل سنة اللي كنسميه او كيتسمى بي قانون التدفقات اللي هو ديكريته فلوسي وهذا نشوفوا ايضا شكل يمكنليه يعمل الطلب وشكل يمكنليه ايضا يتريقل ويستفد من هادال ديكريته هذا اللي هو ديكريته فلوسي واش المهاجرين الغير الشرعيين يعني الحرقة ممكن انهم كذلك يخدموا قانونيا ويتريقلوا او لا لا واش ممكن حتى هما يعني الحرقة اللي هما ديجا هنا في ايطاليا واش ممكن حتى هما يستفدوا من ديكريته فلوسي ولا لا غاد نشوفوا ايضا مراحل ديكريته فلوسي ومراحل الطلب ان شاء الله في هذا الفيديو هذا قوموا معي الاخوان اولا غاد نعرفوا بديكريته فلوسي ديكريته فلوسي هو مرسوم التدفق هو قانون تنظيمي للحكومة يقوم سنويا اقتراح التوظيف المقدم من صاحب العمل الذي يعمل في ايطاليا يتم تقسيم الحصص يعني الكوطات يتم تقسيم الحصص حسب نوع طلب صاحب العمل ايطالي او الاجنابي المقيم بشكل قانوني في ايطاليا يعني الاجنابي ايضا يقدر يكون مغربي او تونسي او جزائري يعني ماشي ايطالي ممكن انه حتى هو يدير عمل واللي يدير هاد الضمانده في ديكريته فلوسي للعمل الموسمي يعني العمل الموسمي نسميه عقود موسمية تقدر تكون دي الفلاحة واللي دي التوريس مثلا يعني عمل موسمي فقط للعمل الموسمي مع تصريح اقامة لمدة لا تقل عن عشرين يوم وتصل الى تسعة اشهر كحد اقصى يعني العمل الموسمي ممكن تكون من عشرين يوم حتى التسعة اشهر المادة 24 من قانون الهجرة الموحد ثانيا للعمل التنوي مع اصدار تصريح اقامة لمدة عامين المادة 22 من قانون الهجرة الموحد للعمل الحر المادة 26 من قانون توحيد الهجرة بالاضافة الى ذلك تحدد وزارة العمل حساسا يعني قوطات كل عام لي اولا تحويل تصريح اقامة تنوي لأسباب تتعلق بالعمل تحويل تصريح التدريب أو الدراسة أو التدريب الداخلي إلى تصريح إقامة للعمل التنوي ثالثا تحويل التصريح التدريب والدراسة إلى تصريح إقامة للعمل الحر يعني الناس اللي تكونوا هنا يا الإخوان الناس اللي تكونوا تقرأوا هنا عندهم دراسة ممكن فاشتهم اهتهمه إبتفتح لديكريتو فلوس كي يأخذوا واحد الحصة أو كينكوطات باش اهتهمه مابغوش البرماز دي سجورنو لي هو دي العمل ممكن أنهم يدفعو وياخدو إما يعني برماز دي سجورنو لي هو دي العمل عواض الدراسة ولا أيضا يدفعو ويديرو يعني وياخدو برماز دي سجورنوATOR لي هو دي الأعمال الحرة رابعا لتحويل تصاريح الإقامة طويلة الأجل للمفوضية الأوروبية السادرة عن دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى تصريح إقامة عمل تابع لإيطاليا خامسا لتحويل تصريح الإقامة طويل الأجل C.A. اللي هي كنعرفو أو كنقولو C.O. يعني الناس اللي عندهم هذي كارتا دي الصجورنو اللي هي كنقولو اللي هي كارتا دي الصجورنو اللي هي وحد برماسو دي الصجورنو ممحدودش يعني دائم إلى تصريح إقامة إيطالي للعمل الحر تكونو حتى هذي القوطات هذو في ذكراته فلوسي يعني الناس اللي عندهم واحد الكارتا دي الصجورنو اللي هي C.A. يعني كيبغيوا بدلو حتى هما من هذي برماسو دي الصجورنو إلى عمل حر وكياخدو برماسو دي الصجورنو دي اللاوتونومو ومن طبيعة الحال كيف ما اذكرنا الإخوان في الأول يعني من طبيعة الحال كي العمل الموسمي اللي هو العقود الموسمية كما قناعرفه فلاحة ولا غير فلاحة وأيضا الغير الموسمية نشوفوا السؤال الثاني وهو شكون عنده الحق يدير الطالب يعني شكون اللي غاد يدير هذا الطالب هذا واش العامل ولا المشغل ليديروا الطالب المشغلين الإيطاليين أو الأجانب اللي كينين في إيطاليا بطريقة قانونية وكتوفر فيهم جميع الشروط المطلوبة يعني حتى الأجانب اللي هم خدامين بصفة قانونية وعندهم وراقهم من طبيعة الحال وعندهم شركة ديالهم ممكن أنهم يديروا الطالب من يتفتح الدكريات الفلوسي ويجيبوا الناس لهم مثلا في المغرب كان شي حد كيعرفوا ولا بالفلوس ممكن أنهم يعملوا الطالب ليجلب عمال سواء في القيطاع الموسمي أو الغير موسمي وكذلك خدم البيوت والمنازل والبضانتي كيف ما قنعرفه ثالثا أو السؤال الثالث وشكون من حقه يستفد ويتريقل في هذا القانون هذا يعني من حقبا هذا القانون هذا وشكون عنده الحق يستفد منه العمال اللي خارج الاتحاد الأوروبي اللي كي سكنه خارج إيطاليا واللي ما سبقش لهم خداوا نهائيا طرد من إيطاليا وما يكونش عندهم وصخ كيفاش مثلا الناس اللي كانوا هنا ديجا في إيطاليا ورجعوهم ريفولي كما كان قولو كي رجعوهم البلاد ريفولي ماشي كل شي ولكن اللي عندهم طرد واللي مدوزي الحبس واللي كانوا كي يشكلوا خطر على إيطاليا هذ الفئة هذي من الناس وخا يدفعوا وخا تدفعوا ما تخرش لهم لأنهم عندهم وصخ كما كان قولو وعندهم تطردوا كي يشكلوا خطر على إيطاليا وخا يدفعوا كونترا يعني فاشي تفتح القانون وكانوا هناك يعني في المغرب رغم ما تخرش لهم الكونترا نظرا لوصخ اللي كان عندهم في الخارج اللي كان عندهم في إيطاليا سؤال الرابع واجل حرق احتهما أو المهاجرين أو المهاجر غير شرعي ممكن أنه كذلك السافد من الدكريت الفلوسي هنا في إيطاليا لو كان يتواجد في إيطاليا وتفتح القانون واش ممكن السافد منه أو لا في حالة المهاجر الغير شرعي يعني الحرق موجود هو كين هنا في إيطاليا وبغير السافد من كونترا ولا عقد عمل بحاله بحال أيها الناس بحاله بحال الناس اللي غادين يجيوا من على برا خاصة من طبيعة الحال وهو كين هنا في إيطاليا خاصة من طبيعة الحال ما يكونش عنده طرد يعني ما يكونوش بغني يصيفطو بغني يصيفطو هلا شي هذا عنده مثلا عنده سخ هنا في إيطاليا ولا حتى هو مثلا ضارب الحبس خاصة ما يكونش عنده هاد الشي هذا باش يسافد من الكنترا ديالله للاستفادة حتى هو من ذكرته فلوسي خاصة يعني هاد الناس هادو خاصة ما يضبرو على الباترون وخهو ما ديجا هنا في إيطاليا خاصة ما يضبرو على الباترون ليعطيهم نولاوسطة يعني اللي يدفع ليهم وخهو ما هنا ياخد من عندهم أوراق الهوية ديالهم مثلا المعلومات ديالباسبورتو وتخرج لهم نولاوسطة ويرجعوا البلاد بهذيك نولاوسطة إما يمشيوا هما ويرسلها لهم هو ويدفعوا عادي في القنصولية باش ياخدوا التأشيرة ويرجعوا لإيطاليا معززين مكرمين إن شاء الله ويستفدوا من الوراقات ديالهم في حالة ما طبيعة الحال لما جاش بعقد بعقد موسمي جا بعقد غير موسمي يعني في الوراق طبيعة الحال غادي يستفد من أوراق الإقامة دياله وغادي يبدل ويغير إحته هو قانوني ولكن كيف ما قلت لكم بسبب الحرق خاصم يكونش عنده ديجا طرد في إيطاليا ولا يعني مدوز حفص اللي عنده وسخ ولا كيشكل مثلا خطورة يعني على لستاتو إيطاليانو السؤال رقم 5 أما بالنسبة المراحل ذكرته فلوسي أولا الباترون يدير الضماندة يعني الباترون ليس يدير الضماندة من يكون طبيعة الحال قانون فلوسي يكون مفتوح بلا قانون فلوسي ما يمكنش يدير ضماندة ولا ما يمكنش لأي واحد مثلا بزفدي الإخوان يقول لك عطينا شي موقع باش ندخله نسجله مثلا ونديروا واحد الطلب باش نجيو نخدمه في إيطاليا يعني بزاف دين الناس كيسولوا بزاف ما عارف مش باللارة أن القانون في إيطاليا مشيب بحال دول بعض الدول الأوروبية كتتحط يعني مواقع عبر الإنترنت وكتدخل كتتسجل فيهم عادي وكتدفع الطلب ديالك ممكن أنهم يقفلوك ممكن إلا لو كيحطون طبيعة الحال شرط أما في إيطاليا ضروري خاصة يتفتح القانون والباطرون بحده هو اللي كيدفع ولكن ما اللي كيتفتح القانون ولو مؤخرا في السنوات يعني الآخرة كيعتمدوا على click day يعني كيعتمدوا على النقر السريع فش كنشوف والإخوان شي روسي ولا شي حاجة هذي ريتشي بوطة كتكون عندكم من نسبة الإخوان اللي دافعين كنتكون عندهم واحد ريتشي بوطة كتلقى يعني التاريخ وامتا الدفعات يعني معاش يعني التوقيص معاش الدفعات هذا التوقيص رأى مهم بزاف الإخوان في يوم يتفتح فيه القانون فش يدفع الضمان ذات يعني مثلا القانون تفتح يعني اليوم اليوم غادي تدفع الطلب يقول خاص تدفع مع تسعود يعني هذا نقر السريع في التوقيص يعني المبكر يعني كيلعب دور كبير وممكن إلا ما دفعتيش في التوقيص اللي طالب هما ممكن أنهم يدخلون ناس أو يعني حصص كثيرة وغادي هزوا الناس لدخلات اللولى يعواض ما يزوا مثلا الناس لدفعات معطلين يعني الإخوان كيفما قدلكم ولو يعتمدوا على النقر السريع اللي هو الكليك دي والمراحل يعني المرحلة الأولى بحل مراحل الصناتورية تماما باسم الناس اللي دافعين هنا في الصناتورية حتى النل وسط يعني ديال 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 فلوسي يعني هات القانون هذا فشكي يتفتح ومراحل كاملة فشكي يدفع الباترون الطالب دياله كتدوز من عند البوليس ومن مفتشية الشغل وكترجع كتدور وكترجع البريفيتورا من بعد إعطاء كل الآراء الإيجابية من طبيعة الحال لا من عند البوليس ولا من عند مفتشية الشغل من بعد يعيطوا الباترون أنه يأخذ نل وسط دياله ولا يرسلوا ليه عبر إيميل يعني نل وسط عبر إيميل يرسلوها نظر لهذا الوباء والتباعد الإجتماعي يعني بالزاف ديالناس مؤخرا في السنوات هذه مالذي يولى هذا الفيروس هذا كنشوف أنهم كتوصلوا بإيميل عوض نل وسط كيفما نشوف هذه نل وسط قد تكون عبرة عن ورقه فيها الروسي فيها التامبر مركة دابول سيد تشاورو إلى آخر مؤخرا ولينا نشوف غير إيميل يعني عوض هذه نل وسط الورقة الإخوان مقالية إلا نودعكم هذا مكان يعني كيدور حول تعريف بمعنى الذكرتو فلوسي لهو هذا القانون ديال لهو كمقناء مرسوم التدفقات لكيكون كل سنة الإخوان قد نشوف إن شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته